السلام عليكم خوتي ازول تحية لكم شاب زائري داخل وخارج الوطن مرحبا بمشاهدين الكرام في قناتكم قناة اخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الافريقية والعالمية ومهاربة الفساد الرياضي بكل انواعه ولسنا تابعين لاي طرف وتحية عطرة لكل شعوب المغرب تونس ليبيا وموريطانيا حصة اليوم خوتي نتكلمو على الاكتواليتي والحدد هي قضية نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري ودخول الطرف الاتحاد الجزائري والجامعة المغربية في هذا الصراع الخفي ودخول الامور السياسية في مباراة رياضية لا علاقة لها بالسياسة ولكن بسبب حزعبلات مغربية خاصة من رئيس الجامعة المغربية ادخل السياسة والامور اخذت ابعاد خطيرة وخطيرة حليم نتكلمو على الخبر الذي نشير في موقع التواصل الاجتماعي على الرئيس الاتحاد هل حقيقة الرئيس الاتحاد ذهب الى سويسرا هل حقا سيقوم برفع دعوة ضد الكهف هذا بس نتكلمو عليهم مباراة اخبار شالكم اه تكلمنا امس لكمنا عند ايام وعطيناكم عدة اخبار اه موطوقة واليوم نجوم لكم تلاح اخبار موطوقة اتحاد العاصمة كما قلت لكم اول امس او امس قلت لكم باللي اه رسميا سيتنقل الى المغرب وسينتقل في رحلة خاصة وللتصحيح هناك خطوط جوية اه تنسية ولكن في اخر المطاف المسيري اتحاد العاصمة غيروا الطائرة وراحنا رايحين في الخطوط الجوية المصرية في طائرة خاصة من العاصمة اتجاه وجدة شرق المغرب وغرب الجزائري في الحدود لمدينة تنمسان مغنية. وليد صادي كما تكلمنا قلت لكم شا اه سيتخذ كل الاجراءات من اجل حفظ حقوق اتحاد العاصمة وحتى القضية اصبحت قضية اصبحت احبابنا امكانها اصبحت قضية سياسية ورسميا وليد صادي رئيس الاتحاد ورفقة الامن العام الاتحادية اه الخميس بعد الظهر انتقلوا في طائرة الى سويسرا والتقوا اخذوا كل ملفات وما يخفقهمش الامس الاربعاء اول 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 امس الاربعاء الاتحاد الجزائري اه غلقوا المكاتب على حوالي اه الهدعش او منتصف الليل كانوا نحضروا في ملف وملف مان غروش تحقيل هذيك تحقيل هذيك تحقيل هذيك تابع الله هاي شاروش معتم ملف اه معتبر ملف قانوني بكل الادعاءات بعدما قاموا باتصالات هذي الاسبوع مع محاميين وداروا موعد معهم مساء الخميس ورئيس الاتحاد رقوة الامن العام امتطوا الطائرة وراحوا زريخ وغادي يشتكون رسميا الكاف في قضية الشعار في قضية الالبسة شعارات السياسية في الالبسة سيشتكونها الى الكاف ام قضية خسارة المباراة فهذه قضية تانية حال الاتحاد العاصمة هو المخول له رفقة الاتحاد الجزائري داروا طعم لدى الكاف وتجاوبهم فليدي للكاف بعدما الكاف تجاوب اتحاد العاصمة بعدها سيروحوا الى الطاس ولكن حاجة مهمة في هذا الامر هي قضية الخريطة الوهمية في القمصان النادي نهضة بركان القضية ستأخذ ابعاد خطيرة ولتستطيع التقى بثلاث محامين من اعلى مستوى محامي من جنسية ايطالية محامي من جنسية شويسرية ومحامي فرنسي ثلاث جنسيات راحوا وداروا جلسة عمل وشافوا كل 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 شيء وحسب اخر الاخبار من مصادنا ودوقة اه لقوا التغارات لقوا بلي ما كانش حاجة قانونية الكاف الكاف اصلا اخطأت في اه في هذا في هذا اللما قامت بكما نقوله اه سادقة على القميس كين قوانين امم المتحدة كين قوانين الفيفا كين قانون الفيفا من هذا المنبر نقول لكم بلي الاستحادية قام بكل شيء قام بالواشب لكن احنا ما نجيش نقوله الو فتان قيل وهذا كل هاي شرارون ديروق فلحة هي كين قوانين وكين ادلة وكين محامين اكفاء كل شي دا دوك اذا جات تحسب الى الاستحادية انا ما جاتش انا طب اللي الفساد لها عامة في كل في كل المجالات في 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 العالم ولكن حسب ما قالوا المحامين قالوا بلي نسبة نجاح قضية هي نسبة كبيرة الان قضية رجعت في الطاس عند قوضات عدة كين كين باش يكون ما يخفكم كين فيفا دارت قرارات الطاس اسقطت قرارات الفيفا عادي كين عدة قرارات الفونتينو طيحتهم لها الفيفا من نورا لا كاف دارتش عام القاضية طيحت له تطاس نورا اعتم الكتاس لا يطلب لهم عنده احد اذا عدنا حق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا لها تفتعلم هات القاضية ترجع لهيبة الجزائر الرياضيين بان فيها حالة هذه القاضية نجحنا فيها ورائسة اتحادية عمل هي هي كما يقولوا اي في كل وقت اديرو انا نحب رائس اتحاد مثل صادي يعرض قرارات الكاف ما تكونش منباطح بس كل كاف راه مختاطة في الانبطاح يردك منباطح ولكن من تروح لسويسرة والتعارض والدير لا كاف دين لك حساب الفيفا دين لك حساب انسان كيقول يقادر ومن يكون معارض ويكون صافي تمك الناس تقادرك بسليف عليها بسليف عليها تقادرك ولكن من تكون معها الشيطة وطحي الشيطة حين يعني هاتك شي اتطحان انا ما انهم كانوا علوم لهذا احنا انا مع هذا القرار تعالى راح للطاس ورائس اتحادية راح في سويسرة في لوزان واجتمع مع المحامين وتفهموا على كل شي وغضي يحطوا القضية ان شاء الله يدفوا القضية والطاس هذي دلوها مستعجلة وان شاء الله يعرض بسكوا بشي توتسويت يعطوك الخبر فالطاس لازم من الطاس تقرأ الجدول القاضية يشوفوا الملفات على الجزائر يشوفوها كده لا كده لا من بعد يبعتوا مراسلة للكاف باش تتعطي السند القانوني اللي يقول علاش هاد القمصان علاش هاد القمصان عندك سند قانوني الاحراج دي كانت فيه الكاف والجزائر راي في موقع قوة لما طالبت بروكور وبعتوا لهم ما هطاوهمش سند قانوني قانوني لا هاد تلكو قبلناه وصحي كيفش كده تقبلته كين قانون كين عبسة تلكو قبلته بسرعة في خريطة ومزايدين بلد زيادة بلد راي هاد البلد هاد الارض هادي راي عندها راي فيه نزاح في في الامة المتحدة ما هي تابعة للفلد ما داش نقوله تابعة الفوريزاري ولا نقولوش تابعة المروك راي فيه نزاع راي فيه نزاع ديفو 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 تكون تبني في ضعرك في ضعرك في ضعرك هنا صراحة لخطرة التمني جاء واحد قللي من حاجة تواقي ومو اقولي انا عندي سبع عندي ثمين ميترات تحوش في الاريال قللي من حاجة تواقي حبسوا لي الاشغال حبسوا لي ومو اقولي تاجه اكسبارتيز ومنا اكسبارتيز وشايف منها منا طار 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 يقولون بلادا عنده قانون طا 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 يا قللي حابسوا لي عام ونص ما حبسوا لي الاشغال نورمال سبع فورصة هادي عالش ميتش اشغال باسكوا راهي فيه نزاع هادي هي قضية هاد الالعلام هادية 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 هادي راي في نزاع ما ما هيش تاك ما هي تاك. انت انا تقول تاعي. بس احل القانون وماش يقول تاك. وفوري زالوا قالك تاعنا. قالك تصفيت استعمار. قالك كينا عندت امور. اما لا الناس حابة تسيسها قدروا قد يتوصل على مستوى. بس قد القضية لازم لها نهاية. هاد القضية لازم لها نهاية. لو قد وقعوا حيجروا لك علام علام علام. وانا. دوك الليزما قد يروحوا قد يقولوا ما ننعبوش به هاتلاتيني. ما ننجوش. ما ننجوش ما ننعبوش. الليزما قد يروحوا في طيارة بريستيج نورمال عادي. ويقدروا ما يروحوش ها. ايانا حسب الاخر المعلومات قد يروحو. يروحو باش يديرو بليان روحنا. ولكن ما ما ينعبوش معنا بهذا التليكو. اه فيه استبزاز سياسي. وصحي. ما تروحش تحكم على روحك. فورا خبتي. تكلم على العرب الاتحادية. قام اللي عليه. وقام به رسميا بالطعن مع محاميين من اعلى مستوى من جنسيات فرنسية وايطالية وسويسرية. ونتمنى حد موفق الاتحاد العاصمة. وحد وفق الاتحاد الجزائري. وحاجة من الناس اللي له تتحرش منه. قال لك العبرة بالخواتيم. العبرة بالخواتيم. لا لا. لازم تترزن الخواتي. سيدة مجهة اللي يمات عندي اشغال مي لهانية. ما نشلعينهم. سعدكم لهانهم ان شاء الله. اللي بخوش لنجوم ان شاء الله. تحية لكم خوتي. وان تو تري. فيما لاجيري.